بصة يعني دائما احنا احنا بشتغل انا رأيي الشخصي ان لابد هنا ان احنا نفتح الحدود ويبع عندنا شهادة واحدة ما اعتقدش ان احنا يعني ايه يجب انه بفيد اولا لا خلاف ولا اختلاف حوالين يعني هذا الموضوع لكن في كل الاحوال اعتقد الامور بتسير في اتجاه جاي جدا في الفترة الحالية انا هدفي واملي ان يصبح هناك المنتج العربي وليس المنتج الماصر زي ما قلنا زي فكرة تراك والمنشأ في اغادير يعني احنا نصنع تبقى للميزة النسبية الموجودة اذا كان مكان فيه طاقة فاحنا صناعات الطاقة تسكن هذا المكان اذا كان فيه عمالة مثلا موجودة في دولة اخرى رؤوس اموال تنتقل بسهولة للبلد الثانية انا بتصور ان فكرة التكتلات الاقليمية والعالمية الدول العربية تستطيع وده اكبر من مئة قنبلة نووية يعني فكرة العالم النهاردة لا يحب ولا يقرأ العالم يحترم القول اذا قدرنا ان احنا نطلع منتج عربي ونتفق او نتوافق حوالين ده ونقدر نجابه او نواجه العالم بدأ اعتقد ان احنا حلنا كلنا حيتغير وانا بعتقد يبقى عندنا كل شيء واحد شهادة منشأ واحدة يريت لو قدرنا نعمل عملة واحدة للدول العربية ويبقى لها هذا طبعا الزخم القوي جدا وجبهة او مواجهة زي اليورو مصرين في اوروبا زي اليورو في اوروبا يعني هو بس النقطة بتاعت المنشأ العربي يمكن انا انا فكرت في الموضوع ده كتير لي لان ناس كتير تقول طب يفرق ايه ان احنا لو عملنا شهادة منشأ عربي عن لو ان احنا يبقى منتج عربي بيحمل انه صنعة في مصر صنعة في المغرب صنعة في اي دولة كانت وخصوصا كمان ان مصر خلال الفترة الحضرة الوقت اللي احنا فيه ده زي ما حقاك قلت بتتمتع بكل اي مستثمر في الدنيا محتاجه سواء كان من بنية تحتية كهرباء طرق يعني كل شيء اصبح موجود ويقدر انه يجي ينتج هذا المنتج في مصر بشكل منفرد فالجزء الخاص بيه شهادة المنشأ العربي هتبقى اهميتها بتكمن او ايه النقطة الاهم الخاصة بيه شهادة المنشأ العربي ما انا قلت لحضرتك هو انت لو انت النهاردة عملت نوعا من السيولة والانسيابية بين الدول العربية وزي ما حيطك اشرت انه هيجي اولا مصنع قائم في اي بلد لو عنده مشكلة ما في العمالة وجي انتقل لمصر او مصر انتقلت لبلد فيها مثلا نوع من الطاقة وحدنا هنا كل المفاهيم هيبعندك شهادة واحدة هي بتعتمد لانها شهادة منشأ عربية وليست كل قطر او كل بلد ليها يعني مواصفات خاصة وليها طلبات معينة لان احنا في كل الاحوال اللي زي ما بيقوله الشطان بيكمل في التفاصيل كل ما بنزود التفاصيل كل ما بنخش في اشكاليات وبعض يعني الحواجز اللي ممكن جدا عرقين تصيب التعامل العرب العربي اللي هو الحقيقة لا يرقى يعني الموضوع انا شخصيا بخي اللي ما اتكلم ان احنا التعامل بين 6 او 7% هذا الرقم لا يليه احنا بتعامل مع الاخر بارقام كبيرة جدا الاموال العربية ورقوص الاموال بتسكن بلاد وحين انت بتضعها في بنوك بتدفع عليها مش بتحصل على العائد في حين ان مصر مؤهلة النهاردة كبلد او كمثال ان عندك اعلى ربحية موجودة في المنطقة ودائما المستثمر سواء فرد او دولة بيتحس على العائد على الدولار فيريت ان احنا نشتغل على ده دون ان ندخل في تفصيلات او اشكاليات سابقة بحيث ان احنا زي ما قلت لحضرتك نوحد كل المفاهيم يبقى عندك كل الضوابط اللي موجودة دي بتطبق على الدول العربية جميعا دون تمييز او دون خلاف او اختلاف في يعني زي ما اتكارت حتى بداية من شهادة المنشأ لأي يعني اجراءات اخرى قد تصب في مصلحة السماعة